موسيقى سيقبل بذلك بأن يتحالف مع العرب لإسقاط خصمه السياسي العديد من التساولات الحقيقة المطروحة واسمحون الحديث عن هذا الموضوع أن نرحب برئيس الجمعية الفلسطينية للعلوم السياسية الدكتور عماد البشتاوي دكتور عماد مساء الخير أشعد مساكم تحياتي دكتور عماد بداية أسمع قراءتك لما بعد الانتخابات لدى الاحتلال النتائج والآن الحوارات والسيناريوهات المتوقعة ماذا ترجح دكتور يعني هي السيناريوهات كلها حقيقة من خرط السياسي الإسرائي بعد الانتخابات المعقدة للغاية والجميع متفققنها وتشكيل الحكومة ليست بسهولة المتوقعة لأنه في تعادل بين المعسكر يمين ومعسكر الوسطة ومعسكر اليسار والتالي حالة معقدة السيناريو الأرجح الآن أن تكون حكومة وطنية وهذا السيناريو المرجح ليس للسهولة نتنياه لن يقبل أن يكون رئيس زراء الولاية الثانية لأنه في هذه الفترة في هذه السوارة يكون هناك محاكم إلوه وطنية وهو يتمنى أن يكون رئيس الفكومة هي الأول لكي ينجو بشكله بآخر من المحاكمة وطنية للعملية ليست الجهزة ولتوزيع المناصب النزارية والحصص بين الطرفين أزرق أبيض والليكوز ليست فهل تخلي عن أحزاب المدينين ليست فهل ضمن نيفرنان مع المدينين ليست فهل وطنية حقيقة خارطة ليست بسهولة زد عيشة من أشبال نعم الآن القائمة العربية ومن عودة قال أنه تصريح أنه ربما يكون لك لهم موقف مع غانس ما رأيك بإذا كان هذا التوجه قد فعلا يتم وكيف تتوقع أن تكون أيضا رد الفعل لا هو أصلا تم وعوصى بغانس القائمة المشتركة العربية المشتركة لكن الحزب التجمع الوطني اللي هو إلا ثلاث أعضاء رفض هذا الموضوع مثالي أطلع أنا ليس ضد الفكرة أنه يوصي التوصي القائمة المشتركة به لكنه كان هناك أن تشاهد نوع من التسرع بالتوصي يعني كيف توصي اللي كان بلا يتأخذ منه أي وعد بأي شخص الأشياء يعني لم يكن هناك الجريس بين الطرفين القائمة المشتركة وباللي كان لم يكن هناك اتفاق على الخطوط العريبة الآن بماذا تعطينا لكي نعطيك أو لكي نوصيك فهذه كانت حقيقة نوع من التسرع وإذا الآن أقيمة حقومة الوحيدة الوطنية هذا يضع القائمة المشتركة العربية بموقف حري لكنك أنت أوصيك لقانت لقانت فهب الحزب ديكوز والإنتينياه الذي حاولت أن تسكفه أنت وبالتالي يعني كأنك أنت لو لم توصي أوضل لك من أن توصي وإذا طبعا نصف هذا المصدف المحربي نعم بشكل عام دكتور عماد هل هناك مصلحة للفلسطينيين وبالتالي العرب بأي سيناريو من السيناريوهات ولا كله يعني بالهوى سوى زي ما نحكيها يعني بالعامية ما رح يكون فيه فرق كبير ينعكس على مستوى الفلسطينيين الوضع يعني لا نقول بأن بليغانس وحزب الجنرولات كذل أزرق سيكون أبر من نتنياهو لكن أنا مع شكرة أثقات نتنياهو لأنه نتنياهو علاقاته قوية جدا مع روسيا علاقات قوية جدا جدا مع ترامب وبالتالي الحزب بأزرق مضرس تجاه الفلسطينيين لكنه لا يملك هذه العلاقات القوية مع الوامين الأمريكي المتطهين لا يملك بليغانس كريزمة نتنياهو ولا ألاعيب نتنياهو الذي يحاول قدم الأراضي ويحاول المزاودة على المستوطنين من أجل أسوأ أصوات المستوطنين والقضاء على كل حتى مشروع مفاوضات مع الفلسطينيين فذلك كان خيار بليغانس أفضل مش لأنه هو أفضل للكلسطينيين لكن في النهاية سهل أنك تضغط عليه وتضغط على حكومة بالرئاسة بليغانس من أنك تضغط على حكومة نتنياهو لأن جربنا عشر سنين نتنياهو قوة حقيقية داخل إسرائيل وخارج إسرائيل وكريزمة لليهود والمزاينين والمستوطنين فالتالي كان الأفضل إسقاط أو إزاحة هذا الوجه السيء للحقيقة للسياسة الإسرائيلية وأنت دكتور تتوقع أن هذا يؤثر على صفقة القرن إن لم يكن نتنياهو رئيس الحكومة على مستوى الزمان وعلى مستوى التفاصيل إذا كانت حكومة وحدة وطنية وإذا كانت طرفين الأنفائيسين لكود وأزرق أبيض مطلعين على تفاصيل صفقة القرن بالعكس تمريرها لأن يكون أسهل لأنك لعندما تتحدث عن حكومة وحدة وطنية تتحدث عن حكومة مستفرة تتحدث عن قدرة هذه الحكومة على تمرير صفقة القرن والإفاءة بانتزامات مع الأمريكان ليس كحكومة بيكود أو حكومة تمين ضيقة أو تكون حرج إذا كانت حكومة وحدة وطنية وحكومة واشعة تضم 70 كنيس عضو كنيس فأكثر بالعكس هذا يعطي قوة لهذا الموضوع الآن إذا كان نتنياهو رئيس الحكومة الثانية الولايات الثانية ستين ثانين ونقول إنه ممكن صفقة القرن تؤجل أو بشكل أو بآخر طيب في الداخل في الداخل الإسرائيلي هل هناك من يرفض صفقة القرن لأي اعتبار معين إما لأنها تعطي أو فيها تنازل بعض الشيء للفلسطينيين أو لأنهم يظنوا أن يعني فيها قسوة وهذا القسوة قد تتولد عليهم بشكل عكسي من خلال ردود فعل سواء كانت فلسطينية أو عربية أو دولية أكد لك أن المطلعين على صفقة القرن في المجتمع الإسرائيلي والأحداث الإسرائيلية ومن ضمنهم نتنياهو المطلع الوحيد الفعلي حتى الاسبوع القادم في اجتمع جريم بلاد اللي هو استقال برئيس حزب أزرق أبيض بلقان سيحاول يضعه بصورة صفقة القرن فمثالي المطلع الفعلي على هذه الصفقة هو كان بين يمين نتنياهو وهو عشان هيك ترامب ذكر بينه سنعلن على صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية الآن إذا تعقدت تشكيل الحكومة فهذه فرصة لترامب لأنه لكي لا يعلن عن صفقة القرن وإحنا عارفين من هون بالضبط لسنة موعد انتخابات الأمريكية فالثالي سيقول ترامب أنه الآن الوقت غير كافي لإعلان هذه الصفقة لأنه لداخل كريني دعاية خبية أمريكية لتشارح 11-20-20 انتخابات رئيسة أمريكية وبالتالي لهذه الحالة لن يستطيع ترامب أنه يعلن عن صفقة القرن زي ما ثلاثة سنين الماضيين الثاني يعطينا وعود وتأجيل الآن سيعطينا وعد جديد الآن وسيكون بعد انتخابة لم يكن وشرق السنوع لأصفقة القرن إذا فزلت هذه الانتخابات وبالتالي أصبحت صفقة القرن هي ستطبق على أرض الواقع لكن دون الإعلان عنها حزب أزرق أبيض هل يتبنى موقف نيتنياهو فيما يتعلق بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت إذا طلعت نش على موضم الأحزاب الإسرائيلية حتى حزب العمل من أيام يقال ألون لشمعون بيرز الجميع متفق أنه الغور هو منطقة أمنية الجميع متفق أنها المسطوطنات الكبرى لنما تخلى عنها الجميع متفق أنه لا يعودة اللاجئين الجميع متفق أنه دولة كرسونية دولة منزوعة الثلاثة حول الثالي هذا يعني إذا أنت تلطلع بالضبط على الأحزاب الإسرائيل هو غرامجها من أقف الإسرائيل لأقف اليسار هذه السطوط العام لأي حزب إسرائيل وبالتالي لا يوجد هناك طوارف جوارية بين حزب أزرق أبدا وخطة أنه يضم يعلون يضم بيليجان وجميع حدو أما كانوا زيارت أو كانوا رؤية أركان وبالتالي جميع حدوث كانوا يدلمين لأنتنياهو في الأربع السنين الماضين يعني لا نتحدث عن حزب جديد يملك رؤية يسارية لا الجميع متفق على أنه هناك رؤية واحدة لدولة فلسطينية نعم من زوعة السلاح والسيادة ومرة ثانية لا لله يعني على السلاجين لا لترث منطقة الغور بياد سلطة ورطنية وسمي هاي حماية لحدود إسرائيل وبالتالي هذه القضايا يعني مش متفق عليهم متفق أحيانا في بعض الأسلوب يعني مثلا خارك عندما انضم له حزب جديد المعسكر الديمقراطي كان يستفر في أنه يقول أنا سأقوم بالانتصال الوحادي عن الفلسطيني مثل ما فعلنا في غزة الانتصال الوحادي يعني ضمن المستوطنة الكبرى والانتحاب عن مناطق الفلسطيني ذات الفلسطينية A و B وقال يعني نجد جميع الأحزاب تقريبا تتفق على هذا الموضوع نعم يعني عدم توافق وإجراء انتخابات ثالثة كم نسبة هذا الاحتمال برأيك دكتور والله هذا يعود الآن مرة ثانية نتنياهو نتنياهو إذا إذيح لأولاية الثانية ما توقع نتنياهو ليس معني بهذا الموضوع نتنياهو ما عنده مشكلة يعني نتنياهو ما عنده مشكلة يعني نتنياهو ما قادة المجتمع الإسرائيلي بسرعة البارس لانتخابات ثانية والكل يستجع بهذا الفطور يعني لم يتوقع عيد مخليس يسلين أنك ستفقوا بانتخابات لكن نتنياهو كان ذكي لكي إذا تحول الكرة لتاني أخبر حزب الوكليكان وراح ذا على انتخابات مغفرة ولم يتأثر بفترة أننا نعمل في انتخابات ومحكمة لأنه يدخلنا في انتخابات الثالثة خلال عام وهي سابقة في التاريخ الإسرائيلي حكومة الوحدة الوطنية هل سيكون لنيتنياهو فيها مكان يعني يتبادل مع جانس رئاسة الحكومة أم سيشغل منصب وزاري؟ لا هو رئاسة الوزراء ولا يتحدث عن منصب وزاري منصب وزاري هذه قبلية ثانية وتاني هو يتحدث عن رئيس الوزراء ويحاول أن يكون رئيس الولاي الأولى هل ممكن أن يطنع بالإجازة؟ يعني كيف يكون تبادل مقعد رئاسة الوزراء بينه وبين جانس بالوقت؟ سنتين آه كل سنتين آه هاي يعني عملتنا إسرائيل في الثمانينات عندنا تبادل شامير مع شمعون بيرز يعني حكم كل واحد ثم أربع سنين من سنت آه السنين الثمانيين للأربع ثمانيين لأربع ثمانيين الثمانيين يعني هاي يعني متعارفة لها في الثفية الإسرائيلية يعني بيقين ومقاربيرز بثمانينات تبادل وكل واحد ثم حكم سنتين آه الآن بصير خلاف على من هو الأول وهو ممكن سيعانوا مشكلة والخلاف الثالث سيكون حول توزيع المناصب الوزارية والخلاف الثالث وهو المهم ضم الأحزاب اللذينية هل سيكون بلجانس معني؟ إذا كان معني رقم ثلاثة في حزب الأزرق قبير وهو إيرلبيد من العلمانيين المتشددين يرصب الأحزاب الدينية لبرمن حزب إسرائيل بيته يرصب الأحزاب اليمينية وبالتالي هنا في حزب إشبالية يعني فيها تعقيد المسألة أيضا فيها تعقيد يعني إذا تخليف على الحزاب اليمينية الحزاب الدينية اليمينية وهم حلفاء اللي كود تقليديين وبالتالي يضمهم معنا ستختر إمتى لبرمن تختر أعضاء في حزب أزرق قبير اللي هم معلمانيين متطرفين نعم فهم يصيروا عندك حسابات دقيقة هل تقبل؟ إذا لم يقبلوا الآن هذا حزب أزرق قبير بالمتزينين المتزينين الآن سيحمل الدنيا المتزينية أن نحن حلفاء كيف تتخلى عنا من أجل مناطب اليمينية في حكومة جديدة جميل يعني حقيقة استمتعنا في المعلومات لنتعرف على واقع الاحتلال أكثر عدونا نعرف كيف هي خارطة سياسية لديه كيف يتعامل الآن وكيف الأجواء التي يعيشها على المستوى السياسي شكرا جزيلا لك دكتور عماد البشتاوي الرئيس الجمعية الفلسطينية لعلوم السياسية شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الحقيقة يعني إذا كان هناك شيء جميل شيء جميل اللي هو موضوع الديمقراطية يعني فيه ديمقراطية على المستوى على مستواهم هم فيما يتعلق بالاحتلال نفسه فيما يتعلق بمن يتولى المسئولية الحكومة كل الخيارات هي في إطار الدول الديمقراطية الآن هم الوحشية والإجرام يعاملوه للفلسطينيين ويعاملوه لمن احتلوا أرضهم ووجودهم غير الشرعي ولكن بينهم وبين حالهم الحقيقة في مؤسساتية وفي ديمقراطية وفي تبادل سلمي للسلطة وفي العديد 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 مما نتمنى أن نراه في عالمنا العربي حقيقة ولذلك هم يتفوقون يتفوق العدو علينا في إدارة الحياة السياسية يتفوق أيضا في الأمور الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها وبالنهاية هذا الاحتلال الذي يسيطر على الجزء الأغلب من أرض فلسطين الأصبح يتفوق على أمة بأكملها على كل المستويات وشوفوا كم جامعة عربية تتنافس مع الجامعات الصهيرية داخل الاحتلال على مستوى العالم وشوفوا البراءات الاختراع وشوفوا الأبحاث العلمية والبنية التحتية حتى لما نشوف لقطات يعني من داخل الكيان يظهر الفارق كبير بين البنية التحتية لهذا الكيان وبين البنية التحتية للعالم العربي على كل حال بأن هذه الأرض ستعود لنا وستعود هذه البنية التحتية وما أنشأوه لنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبا وصلنا لختام حلقتنا مشاهدين الكرام شكرين لكم دائما على وفاكم وحسن متابعتكم نلقاكم غدا بإذن الله وأنتم بأفضل حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة